سؤال آخر شاب سجين كانت أمه مريضة عند أخته اكتشف أن أمه عندها فيروس فأخته أردت له شي لأمك وروح بها أحسن تعملين عدوى في البيت فطبعا هذا الموضوع أثار ثائرته كيف تقول هذا وكذا وأخذ يشكو للناس أن أخته تطرد أمه من بيتها وأنها تقول كذا فأقسمت له أنها قالت أنها تفعل هذا خشية على الصغار لكنها مستعدة أن تأتي كل يوم وتنظف البيت وتطبخ وتخدم وتقدم كل الخدمات المطلوبة لكن رحمة بالصغار تريد أن لا يحلس اختلاط يؤدي إلى هذه العدل هو من شدة غضبه لم ينتبه لهذه البقية فأخذ يحلل للناس الجزء الأول وأقسم بالطلاق فيه كل مرة أقسم عدد الطلاقات عدد نجوم السماء كل ما يتحرك يمين شمال يحل في يمين طلاق إن أخته عمال وكيد 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 هذا يتدبر ويتذكر لحده فعلا تذكر فعلا قالت له هذا الكلم قالت له فعلا أنا مستعدة أخدم بعني وأجي وأطبخ وأكنش وأشيل وعمل بس يعمل معروف رحمة بأولادي الصغار يعمل شيء من المسافة في الفتردية إلى أن يقضي الله أمرا كان مفهولا فطبعا أصابته صدمة ويقول أنا لا أدري الآن أنا طلقت حوالي 15 مرة مش مرتين ولا ثلاث مرات ولا أربعة ولا خمسة ولا عشرة فماذا أفعل في هذه الأيمان الكثيرة التي أقسمتها وهل بانت زوجتي مني أم لا طبعا من رحمة الله عز وجل أني غلبت الظلم تجري في الأحكام مجرى اليمين يعني من حلف وهو عند نفسه صادق حتى وإن لم يكن صادقا في الواقع لكن هو كان واهما كان متخيم إنه فعلا ما يقوله صحيح لم يتجانف لإثم لم يتعمد كذبا فإن هذا لا إثم عليه ولا كفارا من رحمة الله سبحانه وتعالى مدام عندما أقسم كان يقسم على ما يعلم هو يعلم أن أخته لم تقل ويقسم على ما يعلم وتبين أنه كان واهما وأنه مسألة مش كده كي يتخطأ يعني ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا في الباب حديث جميل وانتبهوا كيف العلماء ينتقطوا الحكم من الدليل حيث لا ينتبه إليه كثير من الناس أعرفين قصة الرجل لجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال هلكت يا رسول الله فقال وماذاك قال وقعت بأهلي في رمضان قال تيد رقبة قال لا تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا تستطيع أن تضعم ستين مسكينا قال لا فجاء رجل من الأنصار بعرق مكتل فيه تمر شوء التمر كثير حلوين يعني فقال اذهب بهذا فتصدق به فقال على أحوج منا هو في حد أفقر منا في المدينة كلها بطولها وبعرضها على أحوج منا والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا قال اذهب فأطعمه أهلك انتبه المعنى اللطيف هنا الذي قد لا ينتبه إليه كثير من الناس ولا من نطائف الشيخ ابن عسيمير رحمه الله قال فيه جواز الحالف على غلبة الظن يؤخذ من قوله فوالله ما بين نابتيها أهل بيت أفقر مني الريل هذا لم يذهب إلى كل بيت يسألهم أنه ما عنده يقين ألف في المية أنه هو أفقر واحد بس هو غلب على ظنه أنه هو أفقر يعني هو ملفش على الناس عشان يتأكد واحد 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 أنه هو أفقر واحد في المدينة لكن حلف على غلبة ظنه فعندما حلف كان صادقا عند نفسه فلا إثم عليه ولا كفار والحمد لله الذي رفع الحرج عن هذه الأمة في دينها فنقول له لا يلزمك من هذه الأيمان شيء ما دمت عند حلفك كنت متيقنا من صدقك فيما تقول لكن بقيت نقطة يا ولدي اتقل لها في نفسك لا تكثر من الحلف كثرة الحلف دلالة على المهانة وقد قال تعالى ولا تطع كل حلاف مهين واعلم أن الطلاق أيمان في الساق وأن من كان حالفا فليحذب بالله أو ليصمت وأوصيك بوصية سيدي وسيدك صلى الله عليه وسلم لا تغضب جاء روين قال أوصي لي يا رسول الله قال لا تغضب كرر مرانا قال لا تغضب لا تغضب لا تغضب اللهم أهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين